ميرون حرق روما قال لهم اصلا انتم اه مسيحيين جايوين دين وبتاع وعاوسين تاخدوا مني روما لا انا رواية تانية انه امراته كان بدخونه بس كل مستبد عنده واوا يا ابني كل مستبد عنده واوا عنده واوا كبيرة داخل بيته وداخل عائلته وداخل حالته المنيلة وقال لك انه عنده مشاكل نفسية وده اكيد وعمل اصر جديد اسمه دوموس اوريا عشان كده حسب ساسا بوست انه دي الاسباب اللي حلق بسببها بوست حواليك كده مين اللي بيبني اصر جديد كل مستبد في العالم العربي بيبني اصر جديد عمرك شفت في اوروبا الحاكم بييجي ايه ابن اصر جديد بالله عليك انا دخلت منزل بيت واحد حاكم في دولة خارجة من الشعوعية ودخلت في الديمقراطية حديثا شقة قطين وصالها مساكن شعبية الحكام الحاليين في اوروبا ما عندهمش اصور يقشوا فيها عندهم بيوتهم ومكتبهم بيوتهم وايه ومكتبهم الحاكم اللي يبني اسوار حوالينه علشان الشعب ما يشوفوش وما حدش يعرفوه هو نفسه نيرون الحاكم اللي يسيب وسط البلد يولع اكتر من مرة هو نفسه نيرون هو نفسه ما يفريش كتير عفتاح السيسي عن نيرون حاكم اللي يعزب شعبه ويقتلهم الحاكم اللي بيعتبر ان الدين خطر عليه هو زي نيرون نيرون كان بيعتبر الديني المسيحي خطر عليه هو نفسه نفسه حاكم اللي يحرق مسجد باللي فيه مسجد ربعة باللي فيه هو نفسه الحاكم نيرون اللي حرق وجلد وسطى على الكنيسة هو نفسه مفيش فرقة ابدا هو هتفكر ان التاريخ ما بيستنشح والله هم نفسهم وهو قصو مكون بشري حقد كراهية احساس بالضعف احساس بالخيانة احساس كل الاساس دي بتتجمع فيه فلازم يثبت قوته ويثبتها ازاي على الضعفاء اشتركوا في القناة